جورج بتعتبر شواء إنه يمكن مشاكلك العائلية والزوجية أثرت أو انعكست تلباً على نجوميتك؟ لكن أنا كنت دائماً بحب أقول للناس أنه يحكوا عني بالشيء منيح ويحكوا بعمل منيح وما بدي هلأ أنا ضيع ما بقوله نجاحي بأخبار السابقة اللي ما لقيت فيها بس ما في شك إنه آخر سنتين كنت أنا حديث الناس بمحلات تختص بالعائلة وللأسف إنه في عندي ولد وهذا هو الولد اللي ضحية إذا بدك نسميه بخلفات بين زوجه وزوجي أنا على صعيد شخصي ما كنت بحب أطلع للإعلام أحكي ولكن اضطررت بالآخر إنه أحكي بس لحتى وضح ولحتى برر إنه لأنه إذا سكوت علامة الرضا يعني لما يكون حدا عم يتهجم عليك وإنتي ساكتي يعني أنت يعني أنت بلاني باللي عم بصير فبس لحتى أقول للناس إنه أنا ماني راضي عن اللي صار ولكل الإعلام اللي وقفوا حدي واللي أنصفوني متل ما بقولوا يعطوني حق بهذا الموضوع بتشكرون وما كان مفروض نعطي أهمية للموضوع أكتر من حجمه لأنه كان في ولد وبعد عنا بيباي يعني فبتمنى بتمنى تمنى على كل الصحافة والإعلام أي شي بيصدر من جهة تانية أو من طرف تاني بهذا الموضوع بيأثر على الجوع تبروا ابنكم وما تحكوا فيه ولا يعني تجربوا طاعتوا موضوع أهمية لأنه بالآخر عنا هيدا الولد لن ربي جورج اليوم نادين الراسي اللي هي شائقتك والممثل اللي بنحبك كتير عم بتمر يمكن بنفس الظروف اللي أطعت فيها أنت شو بتوجه لليوم تحية عبر أغاني أغاني أو كلمة لنا دين؟ بإلا لا نادين نادين يعني منا ناطرة حتى أنا إلا لأنه نادين حدا نواعي كتير وبتختلف قصتها عن قصتي متل مصاريت بالعكس نادين قده قده وقدود متل ما بقول قدت حالة اليوم عم تقطع بهذه التجربة للأسف 78% من الشعب اللي بناني عنده هذه المشاكل ببيته بس لما نكون نحنا منطلع للاعلام جباري أخبارنا تطلع للاعلام بديه للا نادين أنه أنه هي اللي عملت المكسيموم أنت جربت للآخر وكلنا منعرف قده أنت ضحيتك كلمة لولادك وولادك هني رح يعرفه بالآخر ولادنا مش لألنا للحياة يعني رح يكونوا قد ما فينا نبعد عن الأمور اللي بتجرح أو بتبقى لبعدين منبعد عنها واللي عم تعمله كتير منيح عظيم ونادين إنساني كتير قوية وعصامية ونحنا عائلة مترابطة جدا يعني لما مشوف بعضنا ولما منكونوا مشغولين بس لسمح الله إذا بتقع مصيبة صغيرة على حدا يعني وقعت علينا كلنا وكلنا كلنا حدا ومعا ومش طرف بالعكس أهم شي بالنسبة لألنا والهدف الأساسي هو لولادك جورج بعد كل اللي قدمته راضي عن مسيرتك بتقول إنه أخد حقك بالفن ولا بعد مش أخد حقك مثل ما لازم لكن مش رست أخد حقه بالعكس أنا أنا من الأشخاص اللي بيأخد حقه لما الناس تنجح غنيتي وما الناس تحب الغنية وما الناس تقلي إنه وينك وشتق نهلك هلا يمكن هذا منه كافي وأكيد كل واحد بيطمح للأكتر أنا بطمح للأكتر أكيد وعم بيشتغل على هذا الموضوع ولكن الظروف كلها اللي عم بتسير حولينا بتأثر يعني بتأثر على كل شي يعني اليوم الإنتاج كتير مهم وأنا مضيت مع شركة إنتاج أعطعت فترة ثلاثة أربعة ستنين عنويا وعملنا عملية كتير حلوة جرود ميديا أنا وجه لهم تحية وبوجه لها تحية كمان لشخصة يوسف الجرود اللي هو بتربطني صداء عائلية أنا والعائلة الحلوية ما صار نجاح مت ما بقوله صار نجاح ببعض المحلات كان خجول إذا بدك تسويق بمحلات كانت أنا مني راضي عنه ولكن على صعيد الإنتاج وعلى صعيد المحبة اللي كانت بتربطني أنا هو هذا الشخص أخذ لحن من ملحن بركات عملنا بالعكس يعني كان عم بقدم أكتر ما عنده إنه يعطي ولكن سبحان الله النجاح بيكون يمكن مرات اتنين بيكونوا مع بعضهم ما بيصير فيه هيدا النجاح بحس حالي أنا ما حدا بيقدر يفهمني غير حالي ما بقدر أعمل غنية غير ما أنا حس فيها مثل الأغاني اللي عملتهم وأغلبيتهم كانت لقوا النجاح الأكبر هني على صعيد شخصي يعني أنت الحب الحب المجنون لعيونك حبيبي قلبي مات تمرق تتغندر اليوم وحدك أنت بحس أنه بحب أنا أني كون مني مني ملزم بمحل معين جورج على صعيد الحفلات ورح تكون بالصف بلبنان أو بالخارج حفلات عندي المهرجانات بلبنان رح تكون كتير عندي مهرجان بدومة مهرجان كتير حلو رح يكون بخمسة أب عندي بأربعة عشر أب بمهرجان الشوف هلا معبد الله تعتبر دعاية بس مهرجانات لبنان كانت كتير كان عندي مهرجان بالخنشارة كان كتير حلو عيد مارلياس عندي حفلة بكتر عندي حفلة بتونس هلا هولي هولي برا عندي حفلة بأبو دبي كتر خير الله الحفلات مثل ما بقوله هيك الله فتحها يعني